مرحباً جميعاً. هذه هي علم 2 من المساعدة للإعادة الإلكترونية والإعادة الإلكترونية من أمير أبد الباري من المنزل الأنفذية. في المنزل الماضي نتحدث عن إعادة الإعادة للإعادة والمساعدة من المساعدة والمساعدة والمساعدة في الإعادة الإلكترونية. اليوم سنذهب إلى أكثر ونحدث عن ما هي الإلكترونية وكيف يأتي بها. الإلكترونية في المساعدة هي التحركة الإلكترونية الإلكترونية والمساعدة 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 في حولك. لذلك في المنزل الأنفذية، أعتقد أن كل منكم يرون هذا المساعدة يرون أن هناك الكثير من المساعدات في المساعدة الإلكترونية المساعدة التي تقرأي كل شيء في حولنا. لذلك نحن نتحدث عن بعض المساعدة المساعدة التي تتحركها بالمساعدة بالمساعدة. لذلك أولا، دعنا نتحدث عن المساعدة 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 المساعدة. كما تذكرون، هناك نوكولوس. نوكولوس هي الأنفذي من الأطم، تحتوي على بروتون ونورونا. كما ترى هنا، نوكولوس وهو توجد موضوع درائح. هناك نوكولوس، دعنا نظر يوجد مزاعدة من المنزل العطاة، هاتف المشاعدة، صعب البصوية، مرات المنزل اليسر ok so we have and there is another one that is uncharged so it is not a minus or a positive charge with neutrons ok usually the protons equal to the number of the neutrons in the nucleus and the number of electrons as we come up come to this one it's equal to the number of protons okay which come up to the a the الاتوميك. الاتوميك هو الاتوميك هو الاتوميك في نيكولاس و الاتوم. حسنًا. هذا هو فقط مفتاح من ما تفهم من الاتوميك و تعتقد أنه في نظر الأمام الأساسي في الهدوة. الاتوميك يتحرك الاتوميك. الاتوميك يتحدث أن هذا هو الاتوم الذي يتحدث مع الاتوميك. حسنًا. إذا كنت ترى هنا كمهما الاتوميك يتحدث عن كمهما الاتوميك. حسنًا. كما ترى هناك. مرحلة المرحلة هنا. لذا فرقاً من الاتوميك هناك مرحلة. و هناك بعض الاتوات أو بارتكالات يتحرك في حراء 3D. يسمى الاترونيك. يتحدث عن نظر الأمام. الاترونيك يتحدث عن نظر الأمام. لذلك الاتوميك في مدرسة الأساسي. يتحدث عن نظر الأمام. يتحدث عن نظر الأمام. والنظر الأمام يتحدث عن نظر الأمام. و الإمام لجميعها مستحدث عن نظر الأمام. هناك تحدث عن نظر الأمام. حسنًا. السلطرونيك هنا. هناك السلطرونيك هنا. الأمام. وأنا هناك السلطرونية الاتومة. ويوجد هذه الأرض التي يتحرك في الداخل لذلك هنا نقلها مثل هذا لذلك في 3D يتحرك مثل هذا ونقلها في 2D لتكون لديه أفضل أفضل لنا وفهمنا لذلك هنا لدينا حوالة لعبادة الأفضل لذلك هناك تباية الأفضل أو الأفضل الأفضل الأخير من الخارج الموجودة التحرك يتحرك على هذا يسمى الالنظار المبالعج في الاتماس لدينا هنا بالمعجوب التي يوجد بعض سطحين مثل المحطke المحطم المبالعج يوجد بعض سطحين من أعلى لذلك في الاولينا نتحدث ازافة 2 المبالعج ازافة مع 8 المبالعج 3rd 1 18 32 50 72 8 which is the maximum number so this is the orbit that we interested in okay so the the orbit here failed by from the inside to outside from the first one to the last one المنطقة السببية. لذا سبب المنطقة السببية أو المنطقة السببية. لذا ترى هنا هذا هو آتمة الكبير ويوجد المنطقة المنطقة. يجب أن يكون محافظة أو مغلقة بأمورة الكبير. لذا الكبير هنا مثلا. كما ترى هنا. لديك فقط واحدة. ونرى أن الكبير لديه فقط كبير من الالكترون يمكن أن يذهب إلى المنطقة المنطقة. ويجب أن يذهب إلى المنطقة. ويجب أن يذهب إلى المنطقة. من طريقة مستقلة. سوف نتحدث عن كيف. لكن هذا هو كيف يأتي الالكترون من هذا الالكترون. عندما يتحرك. ويوجد مليون ومليون من أطمين في المنطقة. مثلاً مرحلة. هناك مرحلة الالكترون. لذا كوبير. مثلاً. لأعضاء الالكترون في أطمين أو أطمين أطمين يسمى السوفور. السوفور لديه 16. هذا هو المنطقة الأطمية. لذا نرى أن هناك كثير من أطمين في المنطقة أو المنطقة. لذا نرى أن هناك 6 منهم. حسناً. كيف يفعل الالكترون مع الالكترون؟ كما ترى من أطمين. لدينا المنطقة في المنطقة. هل الالكترون مستقلة أو مستقلة؟ لذلك هناك بعض الأطمين يحضرون الأطمين. يحضرون الأطمين. إذا كنت تقوم بها ستكون سعيدة. مثلاً. إذا كان هناك كبير. بعض الأطمين. نحن نتعرف من الأطمين. كما تكون لديه أشخاص من الأطمين. لذلك تسعون الأطمين. لا يحضر. الأطمين لا يحضر. لا يحضر. لا يحضر. لماذا؟ سأتركها لكم. لتبحث عنها. إنه سهل. لذا يوجد هناك 6 أطمين. التي تحضر. المنطقة كثير من الأطمين. حسناً. لذلك. كل ما يحضر. هل يحضر.؟ لأنه يتحضر. يتحضر من أطمين إلى الأطمين. لذلك. لماذا يتحضر؟ لأنه يتحضر. يأتي من الأطمين. أصبح من الخارج. يتحضر. يتحضر هذا الأطمين. والذلك الأطمين يتحضر إلى أطمين. الاتم وهم يحرك حسنًا كما ترك الاتم الاتمه يحب التحرك من الاتمه يحب الانتظار للتخارط لتتفكي الاتمه الاتمه يأتي أو المفترض في الفيزيك هذا الاتمه يحدث الاتمه حدث لأن هناك بعض الالكترون يسرع من واحدة إلى الالكترون يسرع من واحدة إلى الالكترون وفي محلقة مثلا في محلقة محلقة لذلك نتحدث أن هناك الالكترون في هذه المحلقة كما ترى هناك الالكترون يأتي من واحدة إلى الالكترون لذلك نتحدث عنهم بين الالكترون والالكترون كما ترى هناك الالكترون يسرع بسرعة بين الالكترون لكن في محلقة المحلقة 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 لذلك يوجد محلقة هناك بعض الوصولة أو ما يحدث يمكن أن ين Phoenix's الحلقة على الالكترون يتجل من الالكترون إلى الالكترون في المحلقة هناك عصدا إلى ثلاث ساعة محلقة المحلقة من أجل المحلقة المعارضة المنزلات يوجد من 5 إلى 8 كما تتذكر المنزلات المكسيحة هي 8 لذلك من 1 إلى 3 نتحدث عن هذا هو المنزلات من 5 إلى 8 نتحدث عن المنزلات المنزلات في الحقيقة أين هو المنزلات 4؟ هنا من 1 إلى 3 3 هو المنزلات 5 6 7 8 هو المنزلات لذلك هناك 4 في بينما تتحدث عن لا تجد عليك أن تبحث عنه هو مختلفة يسمى المنزلات المنزلات لذلك يمكنك أن تبحث عن ذلك لماذا نسميه المنزلات 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 nhưم المنزلات كما يتبعين المنزلات المنزلات جميلة ازفاق المنزلات 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 معين ، فكما يمكنك فقط إدارة منطلقة ما نقولك ، نقولون أن هذه المنزلات أين أين من تبحث عن ما يتحرك الإلكتراضي. عبارة كلنا نعرف ذلك من الآن أن ترى أن هذا هو الإلكتراضي و هذا هو الإنسلاطي مثل البلاستيك كما ترى في حوال الوحيد أو حوال الوحيد لذلك الأفضل هو الإنسلاطي. نسمعها الإنسلاطي. هذا الإنسلاطي في الإنسلاطي. الإنسلاطي لديه هذه المشكلة. نستخدمها كمشكلة في الإنسلاطي في إنه يتعلم إلى شيئا. يتعلم إلى الإنسلاطي الذي يوجد الإنسلاطي في الإنسلاطي. لذلك المشكلة الإنسلاطي هي الإنسلاطي. الإنسلاطي في الإنسلاطي كما نعرفه قبل أنه يكون إنسلاطي إنسلاطي. أعداد إ dati. upwards 0.6 x 10 psyched10-19hr. علىquez. واحد الإنسلاط في سبيلات بشكل روحي. يكون إقلاطيةem ولكني مختلف موجود. كما ترى ، إaaaaaaو عمران الزامة بشكل روحي. إن تعني الأفضلية الإنسلاطية يكون النورونية. Hers غير يوجد موجود أو الموجود. حسناً. لذلك يكون المساعدة في الإلكترون أو بروتون. ومع قليلاً من المساعدة التي يوجد فيها بشكل من أحد الإلكترون أو بروتون. حسناً. لذلك يمكننا المساعدة من الأحد الإلكترون في أحد الإلكترون من هذه المساعدة لكي تقلل كل المساعدة التي يوجد هذه المساعدة. حسناً. في المساعدة الإلكترونية كما نرى في المساعدة في المساعدة أنه يكون مستوى من المساعدة ومع قليلات التي يتعرضون مجرد حول المساعدة لكي تتواجد من أحد الإلكترون ويقوم برسل المساعدة. لذلك هناك ثلاث مفاوضات المساعدة التي يمكننا أن نتحدث عن أو تحديث عن الإلكترون. حسناً، هو أني يمكننا أن نتحدث عن ذات ويوجد هذا المساعدة المساعدة الذي يمكننا أن نتحدث عن أمبارات المساعدة. وهناك لذلك تتواجه هذه المساعدة أو الوسيقى A ومساعدة. ومساعدة في أومسا مستوى تتواجه هذه المساعدة المساعدة إليكترون للإلكترون. حسنًا. لذلك هذه المنطقة تتحرك في المنطقة الإلكترسيات أو المنطقة الإلكترسية للمنطقة الإلكترسية في المنطقة الإلكترسية. الآن دعونا نفهم ما هو كل واحدهم. المنطقة هو التحرك من المنطقة الإلكترسية. وقد تتحرك في المنطقة الإلكترسية. لذلك إذا كان لديك مجرد من المنطقة الإلكترسية هنا بممزة ومسكرة. ومع نفسه هنا. لذلك يوجد المنطقة هنا أو مستخدم. إنها تتحرك. لذلك ما يحدث إذا تتحرك؟ إذا ستأتي أي أمام من المنطقة الإلكترسية من المنطقة الإلكترسية. لا. لذلك لا يوجد المنطقة الإلكترسية من المنطقة الإلكترسية إلى مكان آخر عندما تتحرك. تتحرك. لكن عندما تتحرك أو تتحرك أو تتحرك هنا كما تروني. يأتي الآن. الإلكترسية من المنطقة الإلكترسية. وعندما تتحرك أو تتحرك. نعم. هذا هو مباشرة جدا. لذلك أتمنى أنه يكون مهمة. الآن في المنطقة الإلكترسية. كما تروني. المنطقة الإلكترسية حتى التي ترونها أثناء الأمام. بطريقة كالتنق الواء. حسنًا. لذلك الواء الواء لا يتحرك. وذلك هنا هنا. لذلك لا يوجد محطة يتحرك في داخل الواء. حسنًا. هناك. الآفة هنا. التغطير هنا في غير. هناك غير محطة. وانتر الواء من الطريق. ونحن الواء. الآن نمشي بثورات التغطير. مثل الزرار. وهو الزرار مقابل. وهو الزرار مقابل. نفس الهوضعي يتحدث عن أن الهوضع أو الهوضع يتحرك من الطريق الضيئة ومع الركز إلى الطريق الضيئة الضيئة. في الهوضع الضيئة ينتهي من الطريق الضيئة إلى الطريق الضيئة. حسناً. ما هو مقابل وما هو مقابل؟ هذا مقابل في المقابل ينتهي بسيئة. حسناً انقرار الأول، لكن هذا ما يتحدث. حسناً الهوضع يأتي من الطريق الضيئة إلى الطريق الضيئة. حسناً ، المقابلون يتحدث عن طريق المقابلون و المعلمون يتحدث عن طريق المقابلون أو الطريق المقابلون. تأخذ أحد المميزة، لذلك كما ننجينا نستخدم هذه الوحيدة المتحدة لذلك نرى أن الوحيدة يتحرك في طريقة مختلفة من الوحيدة الإلكترونية، من الوحيدة الإلكترونية، وكذلك ما نستخدم في الوحيدات في كل مكان لذلك نستخدم أن الوحيدة الإلكترونية أو الوحيدة يأتي من الطريقة الثانية إلى الطريقة الثانية هذا ما نستخدم وما ستستخدم في الطريقة المتحدة بعد ذلك حسنا، لذلك يوجد الطريقة المتحدة الإلكترونية وطريقة المتحدة ويوجد الطريقة المتحدة من الطريقة الغراء، وهو الوحيدة الإلكترونية، من المحل المتحدة لذلك قصد حصول من الطريقة, لذلك هو الوحيدة الإلكترونية التي يفعل تقبل المتحدة في الطريقة لذلك هو الوحيدة الإلكترونية إلى الثاني وطريقة الثاني لذلك لا يعتقد أن هناك لكن توجد مانع قصد يوحين الإلكترونية في عقيدات وطريقة لتقبل المتحدة هذا من الكتابك ، أين I هو الوحيد في أمبارة ، Q هو الوحيد في الكولومب و T هو الوحيد ، هو الوقت في سنة ، حسناً ، لذا هذا هو الوحيد ، هذا هو مثال جداً إذا كنت لديك الوحيد من 12 كولومب و كيف هو الوحيد من الوحيد من الوحيد لذا ستقوم بتقوم بها من 1 سنة ، لذا هو 12 أمبارة ، الآن إذا كان 5 كولومب يتقوم بحيد من الوحيد في 1 أو 2 سنة ، فقط تقوم بها ، حسناً هذا هو مثال جداً ، الآن الوحيد ، الوحيد هو الوحيد أو الوحيد في هنا أو هناك ، يوجد كل مكان في هذا الوحيد ، المساعدة يقوم بحيد مرة القوة على أمبارة ، على حول الطبيعات ، في القصة ، على القصة ، في القصة ، لذا يوجد بعض القصة ، في القصة الإلكترية ، نتسمعها والتجارة أو التجارة إذا كانت تغيير في فيولت إذا كانت تغيير فيها هل هناك أي تجارة؟ هل هناك أي تجارة؟ نعم هناك تجارة ولكننا نسمعها التجارة لأنها لا تتحرك من المنطقة إلى المنطقة حسناً؟ ولكن إذا كانت تجارة هناك تجارة ويسر لذلك يتحرك من المنطقة ولكن لا تتحرك المنطقة لا تتحرك إذا كانت تجارة ثم يوجد مرحلة لتجارة حسناً؟ لذلك يتحرك المنطقة إلى المنطقة الآن هناك تجارة لتحرك لذلك تجارة مثل من المنطقة أو المنطقة التي تجارة الوضع. حسناً؟ لذلك في الوضع هنا، إذا كان الوضع يجعل بعض الوضع في الوضع عندما يسرع الوضع من الألوات من الخارج ويسرع في الوضع. حسناً؟ هناك هذا السيبول ويسرع الوضع. المنزل الوضع يتعرض للحصول على المنزل المنزلين التي تجدونها ويجعلها هذه المختلفة. حسناً؟ لذلك الوضع المختلفة، إذا كانت هناك and have a point a and point b they here there is a potential and here there is a potential so potential p a p p so the difference between both of them we call it the voltage okay so to move a charge from a to b we have to see a lower potential here and have a higher potential so the electron go from the lower voltage the lower pressure to the higher pressure or potential so p p minus pa it is voltage that we are talking about okay so v is it's moving energy there is some energy it's coming from this point to this point so v equal to w which is the work or energy in joules uh over q which is the chart in crumbs okay so v is equal w over q so if you see this example what is the output voltage of the battery that expands 3.6 joules of energy in moving 0.5 so using the equation w over q 3.6 over 0.5 it's equal to 7.2 it's a direct calculation okay now the last thing is the resistance the last thing of this definition basic definitions that the resistance is what is in the opposite of the current what is pushing back the current or the water so if think about what's happening if there is a rock inside this line they move smoothly as you see but if there is a rock here in the pipe what's happening let's see if there is a rock here and it's stuck in the wasn't what's happening there is a smaller water portion of water you see a smaller portion of water come out of the wasn't the flow decreases or the current the same idea in the circuit i use the water as an example for the circuit but you have to think about the electrons here and the the electron come out from the uh the battery to and flow around in the circuit so where is the resistance here the resistance everywhere so there is a resistance in the pulp itself the bulb have some resistance a small resistance the switch uh this is advanced but the switch have some resistance usually ideally it doesn't have but it has some resistance the wiring have a phenomenon that's the resistance related but it's very small and related to the area of the wire the wire area okay so the resistance are components and there is we we usually inject some resistance for itself called resistance as we will see later so the this is resistance this is resistance although there is a small very small resistance inside the battery we this is is advanced but you understand that's the concept of resistance as everything that they make the flow doesn't flow smoothly okay so the area of the wire is a resistance if it is large the area of the wire as you see here here if the pipe is large the flow will move faster or and there is more much more current will flow through this pipe if the switches have some resistance because of the uh the 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 structure of the switch remember that but it's more sophisticated but this is the idea okay of the resistance and we call it resistor so reducing the current if you reduce the current for example the bulb will dim that there is a lighter light that will come out of this the bulb okay now how to measure this uh basic uh properties of the electrical circuit the voltage the current and the resistance we use a device called multimeter which can measure all of them this is different shape and different uh version of the multimeter first we will measure the voltage as you see here the as you see here there is a circuit which consists of a battery a switch and the resistor and a light okay so first you have to set the multimeter to the proper v range here you see that there is a v range there is a range this is uh amber and there is k ohm range so you have to move this to the v range okay now after that you should measure across a component so the battery is everything is connected and you put the props across every component to measure what is the uh voltage across this component what is the voltage across the switch and everything have some voltage that's come up from this point to another point that if the uh as i speak before there is a potential and this is the potential difference that's the meaning voltage okay now the measuring of the current is the measuring of the flow of electrons inside the wire or inside the component first you have to set the multimeter to the uh the space here the proper a dc here we have dc we will speak about it later what is dc so this is the proper to measure amperes and then you measure uh you cut you the uh the circuit so this the flow have to come across the the multimeter so you will cut here and connect from here to here then you will your flow of the circuit sorry you will it will work again and the current will flow across our multimeter some of you will speak that the multimeter it will be another component a new component in my circuit and it's it might have a small resistance inside yes it has a very 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 small resistance and so it doesn't affect actually affect the circuit but it has a resistance okay the last thing to measure is the resistance the resistance you should fill again set the multimeter to proper range here the ohm the ohm range and then measure across the component however you should switch off the circuit you should power off and remove the battery and so you have to measure one component by one so measure up across all both of them or you can across from this point to this point it will measure all the resistance in these sides okay now i finished and i hope you understand the meanings of uh circuits the meanings of resistance the meaning of uh voltage and current and because this is the basic uh uh properties of the uh circuit and you will use it uh almost uh everywhere you see it everywhere in the electrical and electronic engineering okay thank you for listening okay thank you for listening you you